ازايكم وبتكلم معاكم على فكرة اعادة ابتكار انفسنا وقلتلكم ان انا هعمل سلسلة من 6 حلقات هنمشي فيها خطوة خطوة ومرحلة مرحلة نتعلم ازاي مع بعض ان احنا نري كريات نفسنا او نري invent نفسنا احنا نعيد ابتكار انفسنا من جديد الفيديو المرة دي مهم جدا 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 لاني هتكلم فيه على المرحلة الاولانية وهي المرحلة الاهم والاطول في عملية اعادة ابتكار انفسنا ودي المرحلة اللي بجمع فيها كل التخطيط وهي مش خطوة واحدة هي عدة خطوات فهدو كده ورع وقلم واكتبوا معايا اللي حقوله ونتكلم ونتناقش مع بعض على ازاي هنعمل المرحلة الكبيرة الثقيلة القيمة والوزن من ضمن مراحل اعادة ابتكار انفسنا الخطوة الاولانية ان احنا نحدد حنبتدي منين ونبتدي ازاي عادة البداية بتكون اصعب شيء في اي تغير كبير بنقدم عليه انا عايزة تغير انا عايزة حسن نفسي منين فيين ازاي كل الحاجات دي عشان نعرف حنبتدي منين في طريقتين الطريقة الاولانية ان احنا نشوف حد احنا معجبين بيه بنعتبر قدوة او عدة اشخاص ناس في حياتنا حسين بقيمتهم ناس قرينا عنهم نعمل لنفسنا قدوة role model ونبتدي نحلل ايه اللي احنا معجبين به في هذا الشخص وازاي نوصل ان احنا نبقى شبهه او زيه او قريبين منه الطريقة التانية ان انا بحلل كل حاجة في حياتي وكل الادوار اللي انا بلعبها في حياتي وبعتبرها اعمدة حياتي تخيال كده حياتي كده مبنى بيت قائم على اعمدة معينة انا شخصيا انا كحنان عواد انا زوجة ام عندي شغلي عندي هوياتي الى جانب اسرتي صغيرة عندي كمان اسرتي كبيرة عندي اهتماماتي عندي حاجات معينة في حياتي بكتبها وبقيم كل جانب من الجوانب دي ومدى رضاية عنها هل انا الزوجة اللي انا اطمح ان انا اكونها هل انا الام اللي انا عايزاها هل انا في شغلي وصلت للنجاح او المرحل او الانجاز اللي انا عايزاه سيه مثلا كتباتي هل انا وصلت في هذا المجال اللي انا برضو اطمح اليه وهكذا ومن ضمن كل الحاجات دي بحدد اكتر حاجات واقعة يعني اوكي سيه مثلا انا خلاص راضي عن نفسي كزوجة راضي عن نفسي كأم لكن في شغلي مثلا نفسي اطور واكون احسن واتنقل مثلا من المكان اللي انا فيه او من المجال اللي انا فيه اه يبقى هي دي الارية هي دي الجزء اللي انا ههتم بيه بعيدا عن الحاجات التانية ليه انا بعمل التحديد ده والفوكس ده لما اجي اركز على حاجة واحدة مش هارهق اعصابي بحاجات كتير ومتغيرات كتير وابقى مش عارف اعمل ده ولا اعمل ده ابتدي من هنا ولا ابتدي من هنا فنحدد الاول على هبتدي من هنا يا اما اشوف حد انا نفسي اوصل وابقى زيه يا اما انا اعمل جرد لحياتي واشوف ايه الجوانب اللي محتاجة اكتر جوانب محتاجة تحسين واعادة ابتكار نفسي في الحتة دي اول بقى ما بحدد انا عايز اعمل ايه بالزبط ايه الجانب المحدد اللي نفسي اه اه اتغير فيه بعمل حاجة بسميها vision board اه يعني برسم صورة فعلية لانا عايز اباقي اه اه ممكن نعملها بان احنا نكتب الناس اللي هي بتحب الكتابة تكتب انا عايز ابقى كذا انا عايز ابقى كذا باللغة اللي احنا بنتكلم بيها مش محتاجة يعني لغة معينة انا عايز ابقى كذا انا نفسي اكون كذا انا بحلم ان انا اكون كذا اه احسن يوم في حياتي حقضيه كذا 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 او ان احنا نستخدم الصور الصور اللي بنلاقيها حوالينا في الكتب في المجلات في في الجورنان مقالات صغيرة نقض نقص عاملين كده زي قص ولزق سيه مثلا انا قررت ان انا جانب التحسين اللي ركز عليه هو كوني تزوجة وامه واسريتي الصغيرة بيتي عايز ايبقى شكله ايه بجيب صورة بيت صغير كده مثلا فيه الحاجات اللي انا نفسي بطمح ليها ده مترتب ده الوانه هدية كل حاجة في مكانها ما فيهوش حاجات كتير كذا 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 وبقطع الصورة دي صورة مثلا ام بتلعب مع اولادها وبيضحكوا مع بعض اه انا عايزة ازود مثلا ان انا بقعد مع اولادي وبضحك معاهم وبالعب معاهم صورة اتنين في عشا هادي في انوار خافتة في الكلام دو اه ده بيعكس رغبتي ان انا عايزة اكون قريبة من زوجي وانا قضي وقت رومانسي جميل مع بعض وكل الحاجات دي الفيجن بورد دي او التصور للحياة اللي انا عايز ابنيها او عايز اعملها مهم جدا جدا ان احنا نبقى شايفين بعيوننا ايه اللي ممكن نوصل لو انا في شغلي سيهي مثلا صورة واحد بيعمل بريزنتيشن صورة واحد في اجتماع وكل بيسمع له صورة واحد واقف قوي واثق من نفسه كل الحاجات دي بتعلم مخنا يتوقع ايه و يفكر في ايه مهم جدا جدا ان احنا نعرف احنا ممكن نبقى ايه وممكن نصل لايه ممكن نحط حاجات مادية على فكرة ممكن نحط مثلا صورة عربية واحد نفسه انا نفسي اشتري عربية انا ما عنديش عربية نفسي اشتري عربية احط صورة العربية بالموديل اللي هو عايزه بالموديل اللي هو نفسه فيه واحد مثلا عايز يبقى مرتب ومرتب معين يكتب 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 الرقم كل حاجة في حياتنا مفيش حاجة اسمها انا مادي او ده شيء مادي انا بطمح ان انا مش عارف حاجات كلها سفيراتشوال وروحانيات ده مهم ونحطه لكن حاجات المادية برضو فيش اي قيود على اهدافك واحلامك وما تطمح اليه اول بقى ما نخلص عملية التصور دي وسواء بالكتابة سواء بال بال بالصور انتوا عارفين من زي ان انا بحب اعمل قوائم بحب اعمل لستة لستة بكل حاجة سيه مثلا صورة شخص قاعد في مكتب له كيان معين حواليه ناس بتسمع له هو ده اللي انا عايز اوصل له ان انا عايز اوصل ان انا اترقف شغلي وابقى مدير او اروح اشتغل في حتة تانية بمستوى اعلى وابتدي ادرس بقى الصورة دي او ده لابس لبسه مختلف عن اللبس اللي انا بلبسه يبقى دي نقطة لقعادة الابتكار او ده شكله واثق من نفسه وانا ثقتي في نفسي متزعزعة شوية يبقى دي نقطة تانية اللي بتدي اشتغل عليها على الثقة في النفس او ده شكله راجل بيفهم عارف هو بيتكلم عن ايه المهارات التقنية مهاراته الفنية او او ده شكله مدير مالي مركزه مهاراته الادارية ومهارات القيادة سي مثلا المثال اللي انا قلته ان انا عايزة اعيد ابتكار حياتي كزوجة وامه في ضمن اصرتي الصغيرة اه ده ست الصورة عجبتني لبسه شيكو حلو اه يمكن اللبس بتضحك اكتر اه وبطل عصبي اضحك اكتر العشل هادي اه ده فيه وقت مستقطع ليها هي وجوزها وعملة ساتب معين عملة الاعدة بشكل معين او بيتها مثلا مفهوش كراكيب احط نقطة تخلص من الكراكيب اروى الدنيا اغير كذا ابدل كذا اعمل كذا ونحط لستة قايمة بالاعمال اللي انا محتاج اعملها عشان اعيد ابتكار نفس قلتلكم المرحلة دي مهمة جدا ومش تهلة ومحتاج وقت فالفيديو ده مش عايزاكوا تتفرجوا عليه مرة واحدة وخلاص لأ انا عايزاكوا تدوا نفسكم مثلا وسبوع وسبوع كامل هقضيف التخطيط لعملية اعادة ابتكار نفسي كل يوم مثلا من الساعة سبعة لساعة تمانية هاعد تفرجوا على الفيديو تاني سمعوه تاني كل ما هتسمعوه هيلفت نظركم حاجة محددة حاجة جديدة حاجة معينة اتكلمت عنها وهاتوا ورقة وقلم وكتبوا الكلام ده لما ادي مثال عن شيء معين وقفوا الفيديو وفكروا طب هي ادت مثال على كذا انا في حياتي فعلا ايه لان كل واحد فينا حياته خاصة بيه مختلفة انا لما حددت اعمدة حياتي حددتها على الظروف والعيشة والظروف اللي انا عيشة فيها دلوقتي اللي بتختلف عن ظروفي انا نفسي من خمس سنين او من عشر سنين او من قبل ما تجوز واللي هتختلف عن ظروفي كمان خمس سنين كمان عشر سنين واللي بتختلف عن جارتي اللي جنبي مع اننا في نفس العمر وعندنا اولاد تقريبا في نفس العمر ومستوانا الاجتماعي والمادي واحد لكن انا حياتي مختلفة عن فلانا وفلانا وفلانا واشوف الشخص ده بيتصرف ازاي في الجانب المحدد اللي انا عايز اغيره واكتب ولاحظ ليه يعني بأكد قوي على حتة الكتابة لاننا حننسى ولما تكتبوا اكتبوا باللغة اللي بتيجي في دماغكم اكتبوا زي ما بتكتبوا على الفيسبوك على الفيسبوك يا بخت مش عارف ايه مش عارف انا ايه مقصودة والكلام دو اكتبوا ازاي ما بيطلع من قلبكم حددوا حلامكم شكلها ايه نفسكم حياتكم يبقى فيها ايه شوفوا المجلات شوفوا الصور الكتيرة اللي بتجيلنا على الفيسبوك كل ما تشوفوا حاجة وتعجبكم احتفظوا بيها لما نشوف صورة ما نشوف هاش كده ليه الصورة دي عجبتني ليه البيت دا عجبني عشان فيه واحد اتنين تلاتة اربعة لما نعمل التفكير دا بحدد المسافة اللي بيني دلوقتي وبين الشخصية اللي عايزة وصلها في المستقبل المسافة دي الفجوة دي الجاب دي هو دا اللي انا بعمله في المرحلة دية بحدده بفهمه بعرفه لمدة اسبوع من النهاردة عده سبع تيام كل يوم نشتغل شوية على احنا عايزين نبقى ايه في المستقبل النهاردة هنا بعد سبع تيام هاعرف انا عايزة بقى ايه مهم جدا 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 المرحلة دية ومهم جدا 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 انتو تعملوها انا بشجعكم انتو تعملوها وبعتو كتير قوي بتسأل تتواصل معايا ازاي انا اسفة ما باستخدمش الوقت سعب ما باستخدمش حاجات كتير يمكن هو الفيسبوك اللي تقدروا بتبعتولي في ميسجز وفي ناس كتير قوي اتعلمت الحكاية دي وبتبعتلي وبرد عليها بحاول ارد على كل الرسالة بتيجي رد خاص واحيانا لما بلاقي موضوع لطيف وموضوع يستحق ان انا اتكلم عنه بعمله احيانا فيديو فشوفوا عطولي وامشوا معايا واحدة واحدة المرحلة دي مهمة جدا 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 مش عارفة يعني اكد لكم قد ايه ان احنا نعرف حنوى ايه دي ابتكار نفسنا نبقى ايه بعد عملية اعادة الابتكار دي حبقى ايه لازم يبقى الواحد فاهم وعارف هيوصل لايه عشان اعرف اتصرف ووصله معلش طولت عليكم الفيديو طويل شوية بس اعتقد ان الكلام اللي انا قلته مهم جدا اسمعوه تاني ما تزهقوش من سماع الفيديو ورقة وقلم اكتبو و ابعتولي رسائل لو حدي فيكم اصلاجت معا حتة كده ابعتولي ونحلها ساوة اشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة